هذا هو بيتر أدوارد كاسيغ شريط مصور جديد نشره تنظيم داعش على شبكة الانترنت ضحية جديدة وتأكيد جديد على وحشية هذا التنظيم الذي أطلق على نفسه عبثاً تنظيم الدولة الإسلامية الشريط يعلن عن قتل الرهينة الأمريكي بيتر كاسيغ الذي خطف في مدينة الرقة السورية عام 2013 وذلك رداً على إرسال جنود أمريكيين إلى العراق ولم يتضمن التسجيل لقطات لقطع رأس كاسيغ لكنه أظهر رجلاً ملثماً واقفاً ورأساً مقطوعاً مغطى بالدماء ملقاً عند قدميه وكان كاسيغ جندياً سابقاً قاتل في العراق قبل أن يترك الجيش ويقرر تكريس حياته للعمل التطوعي إذا عمل في مستشفيات وعيادات في لبنان وتركيا تستقبل السوريين الذين نزحوا من بلادهم هرباً من أعمال العنف ويقول المقربون من كاسيغ إنه اعتنق الإسلام واتخذ لنفسه اسم عبد الرحمن ابننا يدعى عبد الرحمن المعروف سابقاً ببيتر اختفى في الفاتح من أكتوبر من العام الماضي في مدينة الرقة في سوريا منذ طفولته تأثر بحب جده للعمل التطوعي وعندما شاهد معاناة الناس في سوريا سافر إلى تركيا وأسس جمعية لتقديم العون والدعم لهم وفيما صرح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أنه أصيب بالفزع بسبب هذا القتل بدم بارد انكبت وزارة الخارجية البريطانية على تحليل محتوى الفيديو والتأكد من صحته في حين ندد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس بالفعل واعتبرها عملاً وحشياً جديداً وجاء إعلان قتل كاسيغ ضمن مقطع فيديو مدته 15 دقيقة وجهت فيه جماعة تحذيراً للولايات المتحدة وبريطانيا وتضمن الشريط أيضاً مشاهد لعملية قتل جماعية على أيدي عناصر من التنظيم استهدفت 15 شخصاً تقريباً قدموا على أنهم جنود من القوات النظامية السورية